قالت مصادر سياسية مطلعة إن عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرع المحرمي أثار في اجتماعات المجلس قضية فساد كبيرة تمارس في مكتب رئيس الوزراء الدكتورة معين عبد الملك وأوضحت المصادر أن المحرمي وهو أيضا قائد قوات العمالقة أبلغ مجلس القيادة الرئاسي أن المعلومات لديه تقول إن عملية فساد كبيرة يستولي فيها مكتب رئيس الوزراء على 45 مليون دولار شهريا وذكرت المصادر أن أبو زرع المحرمي دعى مجلس القيادة الرئاسية إلى تشكيل لجنة للتحقيق في قضية الفساد المشاري إليها إلا أن ذلك لم يتم وجرى إبلاغ الدكتور معين عبد الملك بالأمر الذي نفى ذلك ورد بالقول هذه قضايا بسيطة المحرمي يشغل نفسه بقضايا صغيرة وحاولت المصادر الاتصال برئيس الوزراء لطلب تعليقا عليها إلا أنه لم يرد وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في أوقات سابقة عن ممارسات فساد في مكتب رئيس الوزراء غير أنها لم تكن تصل إلى طرحها في المستويات العليا للدولة وكان أبرز ما تعهد به مجلس القيادة الرئاسي فور تشكله إجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة للحد من ممارسة الفساد وإهدار المال العام ويشترط العديد من المانحين والداعمين لليمن لتقديم المساعدات إجراء إصلاحات تعزز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة وتحد من ممارسة الفساد فيها وينتظر من الحكومة هي من تقود هذه الإصلاحات ترجمة نانسي قنقر